زيك حبايبي عاملين ايه ونهارده بنتكلم عن مرخص احداث الحلقة التانية من مسلسل كامل العدد نيلة كانت نايمة وبتقوم طبعا على ازعاج اولادها كانت اصلا صحية متأخرة طلعت تجري علشان تحضر لانش بوكسات وتجهز اولادها للمدرسة اما بالنسبة لأحمد كان بيتكلم مع واحدة ويقولها انه هي وحشته جدا بس الواحدة دي هنعرف بعد كده ان هي بنته اما منلاقي بعد كده بتودع ليلة اولادها بيروحوا دي المدرسة وبتيجي هند اختها بتتكلم معاها في موضوع الدكتور وبتقولها شكلك معجبة بيه وبتروح بعد كده هند مع واحد اسم خالد المفروض انه حيوصلها على الشغل بيانه معجب بيها لكن هي مش في دماغها اصلا الموضوع وبتقول ان اولاد اختها ليلة مصبرينها كتير وكأنهم اولادها وانها اصلا مش عايزة تتجوز لان هي حاسة خلاص ان هي امهم وهو زي اللي معرف كده واتفق ان هم يروحوا السينما احمد بيه بعد رسالة سبطية ليلة وبيتفق معاها ان هم يخرجوا بعدت له بويس وبتقول له فيه مش هينفع علشان العيال بس بعد كده مساحتها على طول وقالت ان هي مش هينفع النهاردة ونتقابل بعد كده طبعا هي مش معرفة اصلا ان هي متجوزة وعندها اولاد اولاد كان قاعد مع صديقه وبتيجي ليلة وبتسلم عليهم بيقعدوا يتكلموا شوية وبيجيب سيرة عمر طالقها وبتكون بدايقة جدا لما بتيجي سيرة عمر طالقها بيقول ازاي ما توديش الاولاد عندهم يعني لما كنتي بسفراء قلت ان هم مش هيروحوا ابدا عندهم احمد في يكون في بيته مع امه وابوه كان ابو ريفسو يطلع مهندس لكن طلع دكتور تجميل بيقول الممطة ما ينفعش تحط ميكة لان المساة مفتوحها لسه وبيعودوا مع بعض وبياكلوا بينما منلاقي بعد كده كانت لالة موجودة مع اولادها انجي بتكون في العيادة بتاعتها وبيجي لها فؤاد وعايزي رجعها اما ليلة كانت قادة مع انجي صادقتها ومع هندو بيتكلموا في موضوع الدكتور احمد ويقول لها المراضي لازم بتعدي بالك كويس وبتكون يعني متأنية شوية في اختياراتك طبعا اصلا ليلة كانت متجاوزة اتنين قبل كده بيوضيوا تكلموا شوية وبيتتكلم معاهم على موضوع الخروجة الاولى اللي هدخركها النهاردة مع الدكتور احمد هند بتقول لها لازم ما تجدبيش لكن انجي قررت لاعيش حياتك عادي كده بقى ابيض ما فيش مشكلة دي اول خروجة يعني ولازم تفكي وبتجهز ليلة علشان تمشي اولادها كانوا عايزين نروحوا معاها لكن كانت سايبة اختها هند معاهم لكنت شريفة دايشوك من تصرفات امه وخروجها المتكرر ده وهند بتات مع الاولاد بنام بلاقي بعد كده ليلة بتروح علشان تخرج مع احمد في الخروجة وهناك بيشوفوهم ثلاث ستات وبيكونوا عارفين ان الدكتور احمد ده دكتور شاطر وعارفين كمان ليلة لان ليلة برضو اولادها مع اولادهم في المدرسة علشان كده قرروا ان هم يروحوا ويتكلموا قدامها ويجيبوا سيرة الاولاد لكنها يقفلت الموضوع على طول شريف كان واخد باله ان هند بتحاول تخلي الاولاد ما يتكلموش مع امهم وكان عارف ان فيه حاجة غريبة بتحصل علشان كده اتكلم امه واخدت التليفون وراحت اتكلمت بعيد ولما سألها احمد قالت ان ده شريف ابنها بس سألت لا يعني قصدي ابن اختي بس زي ابني بالظبط واخد بيتصل بمانطو بيرد عليها وبعد كده بتعرف ليلة من هي كانت ممثلة زمان بس ما كملتش يعني في التمثيل بتروح ليلة على البيت وبتكون مع اولادها في المذاكرة وبعد كده بتتقابل تاني مع احمد وبتشوفه مع واحدة وبتكون غيران عليه جدا ويبدأ يقربهم من بعض فترة كده يخرجوا سهوة ويروحوا بيجوا مع بعض وفي نفس الوقت هي مع ابتها مع اولادها مش بتسيبهم ابدا احمد اخدها على عيد ميلاد طارق صديقه ونبه ما تقولش المراته انه كان معهم في رحلة الاصر واسوال وهناك احتفلوا بعيد ميلاد طارق وروحت ليلة على البيت وابنها شريف ان ان هي شكلها فيها حاجة غريبة اما فؤاد كان بيقول لي انجي لازم نكون مع بعض قالت لي سيبني افكر وانه ان احنا خلاص مش هنفع نكون مع بعض لانه اصلا كبير عنها في السن لكن قالت انه مش مشكلة سنه بس وانها مش عارفة دلوقتي اصلا اذا كانت هترجع له تاني وانا لا ليلة بتقوم وبتقوم اولادها علشان يروحوا على المدرسة وبتبعت رح مدرسة لان هي مش هينفع تروح معايا عشان عندها مشوار مهم لكن بعد جده بيجي لها اتصال ان ابنها واحد من اولاد التوقم موجود في المستشفى بتروح بسرعة علشان تشوفه ماله وهناك بتلاقي ابوه بيقولها انت لسه فاكرة وبعد جده بتتفاجئ ليلة ان اللي بيشوف ابنها الدكتور طارق صديق احمد كان داخل يكشف عليه ما يعرفش اصلا ان هي ممطو مرة واحدة بيلاقيها هي الوافق جنب الطفل مش بس كده كمان بيلاقي ورا واحد واقف يطرق اللي ممكن يحصل هل هتقول ان هي متجاوزه عندها اولاد ولا هتجذب وتقول ان ده اي حد يعني اخوها ولا قربها لسه مش عارفين طبعا ان الحلقة خلصت على المفاجأة دي مش عارفين طارق ممكن يقول لأحمد على انه شاف ليلة وانه لقى في المستشفى ده كمناخص الحلقة التانية اشتركوا في القناة وفعلوا جرس عشان يوصلكوا كل جيد اشوفكم على خير باي باي اشتركوا في القناة